عام 2017 كان مليئا بالمفاجآت السياسية والعسكرية في بلاد الرافدين بعد سنوات عجاف فرض خلالها تنظيم داعش الإرهابي سيطرته على أراضي واسعة انطلاقا من الموصل التي ارتكب فيها أبشع المجازر خسرت تنظيم المتطرف في 2017 معظم المناطق التي سيطر عليها في 2014 أهمها الموصل التي شهدت معارك عنيفة خاضت القوات العراقية بدعم من قوات أمريكية على الأرض والجو زحفت القوات العراقية ومعها قوات الحجد الشعبي واستعادت مدينة تل عفر وهي نقطة الارتكاز والتواصل لمقاتلي تنظيم داعش بين الموصل والحدود السورية وصولا إلى الرقة عملية عسكرية أخرى لاستعادة مناطق عانا وراوى والقائم ومنطقة الجزيرة في محافظة الأنبر وفي التاسع من الشهر الجاري أعلن حيدر لعباد رئيس وزراء العراق تمكن القوات العراقية من استعادة كامل الأراضي العراقية من يد تنظيم داعش والانتصار عليه نهائيا أن قواتنا خلال الساعة الأخيرة اليوم سيطرت بالكامل على طول الحجود العراقية السورية غير أن أمام العراق مهمة العمل على إعادة الحياة إلى مدن تعرضت لضمار كبير جراء المعارك وتقدر وزارة التخطيط العراقية تكلفة إعادة بناء المدن التي دمرت الحرب بما يزيد عن 100 مليار دولار وبعيدا عن تنظيم داعش تخطى بلاد الرافدين خلال هذا العام قطوع التقسيم لا سيما بعد إصرار قادة إقليم كردستان على إجراء استفتاء الانفصال في شتنبر الماضي ومعه برز التوتر بين بغداد وأربيل حول قضايا عديدة قضايا دفعت حكومة العبادي لاتخاذ خطوات تصعيدية لحفظ وحدة البلاد حيث فرضت عقوبات على قادة الإقليم وأقفلت الأجواء الدولية إلى مطاري أربيل وسليمانية كما أقفلت الحدود بالتعاون مع تركيا وإيران التي اتخذتا خطوات أيضا لإبطال المساعي الكردية نحو الانفصال وأصفر تطويق بغداد وأنقرة وطهران لمفاعل الاستفتاء وعدم اعتراف أي دولة به عن تنحي رئيس الإقليم مسعود برزاني عن السلطة بسبب الأزمة ومع انتهاء عام 2017 يواجه العراق تحديات كبيرة تجمع بين حاجة الاستقرار الداخلي والمخاطر الإقليمية أولها إعادة الإعمار وإعادة النازحين إلى بيوتهم ووضع خارطة طريق لبناء جسور علاقة جديدة بين بغداد وأربيل أما الاستحقاق الأبرز فسيكون الانتخابات البرلمانية والمحلية وإعادة إطلاق العملية السياسية خلال 2018 وإرساء المصلحة المجتمعية بين جميع المكونات العراقية